جزيرة وطميننا بشكل كبير جدا على الفرقة قبل مباراة الغد وانا اللي عجبني في مستر بيتسو مسمعني دايما انه هو بغض النظر عن مدى اهمية المباراة او اسم الفريق اللي انت هتلعبه دايما المران الاخير اللي بيضبك اي مباراة بيبقى مران مغلق تماما يعني بيبقى متحدد لاعلام النادي الاهلي تحديدا يعني اللي بيغطي تدريبات الفريق دايما 10 دقيق 15 دقيقة بكتير في المران الاخير تحديدا وبيقفل المران تماما ده معناه انه هو بيركز على بعض الجوانب التيكتيكية وده اندال يدل كمان على انه هو بيحترم كل الفرق اللي بيقابلها النادي الاهلي في مختلف البطولات وده سمة جيدة جدا عند مدير الفني مستر بيتسو مسمعني حتت كمان اهضار الفرص واللي ركز عليها شريف شعبان واضح جدا ان كوتش مسمعني مركز جدا في الجزئية دي لان فعلا النادي الاهلي في بعض الفرص ما بيبقاش موفق فيها لعب الفريق في انهائها فانت تحاول تعالج وده دور المدير الفني والجهاز المعاون في كل الاحوال ان شاء الله ستمنى لهم كل التوفيق في مباراة الغد امام البنك الاهلي هروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل كلامنا وبعض الاخبار المهمة جدا ستمنى لهم